كل يوم كل يوم بنعود لحضراتكم مرة أخرى في حروب بتبقى معروفة في جيش أمام جيش في دبابة أمام دبابة في طيارة أمام طيارة في عتاد عسكري في علم مصرح العمليات العسكرية كل دي علوم تقليدية ومعروفة ومدروسة ومقرؤة من العالم كله لكن التطور اللي احنا بنشوفه خلال السنوات الماضية خلق نوع آخر من الحروب تستطيع بها أن تنال من عدوك أو تنال ممن يواجهك بشكل تجعله ينقلب على نفسه وتجعله يدمر مجتمعه وتجعله يحقق الأهداف اللي أنت بترجوها في حربك معاه دون أن تتحرك ميدانيا لذلك دور وسائل الإعلام ودور المتخصين أن هم ينوهوا إلى مثل هذا النوع من الحروب نهاردة عندي ضيف أعتقد أنه أقدر الناس شرحا لمثل هذه الأمور برحب بضيفي اللواء دكتور طيار أركان حرب هشام الحلبي المشارب أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصر لشؤون الخارجية سيد لواء أهلا وسهلا أهلا بيكم أستاذ المشاهدين أفاني شرفتنا أفاني أهلا الله يخليك حقيقة قبل الفاصل قلتلي أن الدكتورات تحت حضرتك يعني خدتها في هذا التخصص كانت الحقيقة حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القوام المصري نشرح للناس تعريف حروب الجيل الرابع حروب الجيل الرابع شكل من أشكال الحروب غير النمطية يعني حروب غير نمطية الدولة من وجهة نظر الحرب يعني داخل يحارب دولة الدولة بالنسبة لي جزء قطاع مدني على اختلاف مكوناته هيئات وزارات جماعات مدارس إعلام كل ده من قطاع المدني وجزء تاني قوات مسلحة الحروب التقليدية الهدف من الحرب تدمير القوات المسلحة للدولة المستهدفة أو أكبر جزء منها وبعد ما تنهر القوات المسلحة هخش حق الهدف إنهاء إلى الحرب اللي هو ممكن يكون احتلال الدولة احتلال جزء منها واحتلال موارد وده اللي شفناه على مر السنين احتلال من دول وحرب دولة واسعين وخلافه هذا الموضوع أصبح مكلف جداً تكلفة غير طبيعية كمبلة الزكية اللي بتحط في الطيرات الحديثة تمانها 2 مليون دولار تكلفة طلعة الطيارة في الطيرات الحديثة مبالغ طائلة جداً فالحروب التقليدية حروب مكلفة جداً والجيش المصري برضو ليه خصوصية عالية في الحتة دي احنا في 73 مش انتصرنا بس على فكرة الجيش المصري عمل 3 اقتحامات رئيسية لتلت خطوط دفاعية قناة السويس على خطة نيران الساتر الترابع عليه خطة نيران خط برليف عليه خطة نيران فالجيش المصري عمل 3 اقتحامات رئيسية لتلت خطوط دفاعية كل خط عليه خطة نيران متكملة في 6 ساعات بسلاح دفاعي قديم فاحنا مش بس انتصرنا احنا كسرنا نظريات عسكرية كتصحيحة في هذا الوقت تمام ده النوع النمطي فده النمطي انا هذا الموضوع مكلف والجيش المصري انا ما بقدرش اخش في مواجهة معاه في حروب تقليدية بسلاح دفاعي قديم بيكسر كل النظريات وبينتصر فالحل المنطقي جدا من وجهة نظر العدو ان انا ما خش في مواجهة تقليدية ان انا الهدف من الحروب الغير نمطية استهداف الكطاع المدني في الدولة بدلا من استهداف القاتل المسلحة لو انهار القطاع المدني تنهار الدولة وده اللي حصل فتحات سوريدتي زي ابا اي صور هذا الاستهداف الاستهداف لا ليه عدة وسائل اولا انشئ جامعات ارهابية داخل الدولة المستهدفة من مواطن الدولة او خارج او الاتنين مع بعض يقعد ينشئ لها في جامعات ارهابية الارهاب يعمل ايه؟ يعمل على تآكل القطاع المدني وفيش مستثمر ولا سايح هيجيلك والاقتصاد حينهار فيساعد على انهار القطاع المدني الجزء ده احنا قفلناه تماما بمواجهة محترفة مع الارهاب على كافة التجاهات الاستراتيجية جزء الثاني الخطير جدا اللي بواجهة القطاع المدني العمليات النفسية ما اسمهاش الحرب النفسية في فرق بين العمليات النفسية والحرب النفسية الحرب النفسية توجه للجيوش في مدان المعركة تكلموا على السلاح والعدو المدنيين اسموا عمليات نفسية توجه المدنيين والعسكرين العمليات النفسية اخطر شيء بيواجه القطاع المدني في الدولة لانها بتدمر القطاع المدني في الدولة تخليها نهار في وقت قد يكون طويل شوي من أكتر سليب العمليات النفسية أننا نموذج من ثلاث نقاط أول حاجة الإقناع أقنعك أن ما لديك ليس الأفضل والذي أنا أقول لك هو الأفضل والأحسن والأقوم واستخدم في إقناعك بتكتيكات متعددة منها الشائعات ومنها زج بيانات يعني أننا طلع إشاعدة نوع من أنواع الحروب نوع من أنواع الحروب نوع من أنواع الإقناع أول حاجة أقنعك وأقول لك خلي بالك أنت الوطن الوحيد وأنت الوحيد اللي فهم وأنت الوحيد اللي مش خايف انزل غير حجد رهيب في الشارع انزل غير غير الحكومة غير البرلمان غير الدستور غير الحكومة اللي بتعمل لك عاصمة قدرية جديدة وطرق إيه ده فين المصانع فين مش عارف إيه وأقعد أقنعك بتكتيكات متعددة بضرورة التغيير يبقى أول خطوة الإقناع أقنعك عشان إيه عشان تغير بإيدك إنت أول ما تبتدي عملية التغيير ترتيب على الإقناع اللي أنا أقنعتك به أخش أنا بخطوة رقم ثلاثة بتأثير أخش بتأثير أثناء التغيير أخذ التغيير في التجاهدين يجري اللي أنت عايزه أديك مثال بس عشان عملية توضع 25 يناير الثورة قامت على عيش حريعة ده الأجتماعية صح إيه علاقت العيش والحريعة فتح السجود ده تأثير دخله أثناء التغيير يوهم ثلاث خطوات أول حاجة الإقناع أقنعك انزل غير بتكتيكات متعددة منها الشائعات ومنها حاجات كيرة جدا ونتكلم عليها بعدين بعد كده أنت هتغير بإيدك أنت بس أنا مخلي فيه جملة من التأثيرات مجهزة أول ما تدخل أنا مش قدر أدخله فيها مستقر لازم يبقى فيه تغيير وفيه فوضى في الشارع مقبولة أن أنا أدخل جهة التأثيرات أن أنا أفتح السجود ده تأثير أثناء التغيير أن أنا أقتل المتظاهرين ده تأثير أثناء التغيير أن أنا أحرق المجمع العلمي تسأل للولادة في المدينة فيه المجمع اللي يقول لك ما عرفش طب أنت حرقت لي طب ده فيه الخرائط اللي أخذنا بيها طابة هو أنت لو مختلف مع والدك على شقة في البيت تهرق عقد الملكية ده جاهل بقى جاهل واستغل ما وما علاقة هذا هذا بالتغيير اللي أنت عايزه يبقى دي جملة مؤثرات بيدخل أثناء التغيير ياخده في اتجاهتين وده اللي حصل بعد 25 يناير طيب السوشيال ميديا إزاي بتستخدم لتأجيج فتنة في مجتمع أو يعني الزهاب إيجابيا في أهداف عدد يريد النيل من مجتمع عشان أقنعك بدرورة التغيير وأن أنت الوضع اللي أنت فيه وضع سيء أنا بستخدم أدوات كتير جدا منها الإعلام التقليدي وغير التقليدي أما التقليد هو الفضائيات وعندنا دلوقتي فيه أمر صناعي إحنا النيل سات 8 درجات غربا فيه أمر الأمر الصناعي 7 درجات غربا النيل سات فيه أمر تاني 8 درجات غربا ده حاطط لقى عليك قنوات كتيرة جدا والرسيفر ده جهاز أي أي تردد داخل مرجن التردد بيجيبوا لقناة إضافة لكل النت بما فيها مش مواقع توصل كتير معها بس ما فيه مواقع كتيرة جدا تاني كل دي ادتني كمخطط من برا إمكانية الوصول لكل شريح المجتمع دون سيطرة من الدولة فإذا الوصول هو أول حاجة مخطط العمليات نفسية بيسأل عليها يبقى خناء اتصال مع أنا عايز أخش على المدنيين على طول بدون سيطرة من الحكومة ما فيه سيطرة مش مقولة هتقفل يعني المنع أن أنا أمنع كل المواقع وكل النت يبقى أنا أمنع برضو حاجات كويسة عمل بحسي وإذن الوصول الوصول ده مدخل بقى فيه بصلت يبقى أنا هوجه لك شائعات هشكك لك في كل حاجة بتتعمل هشكك لك في رموز وطنية موجودة ساعات بيبقى فيه افتتاحات والدنيا فطبعا مفتاحة مواضحة فيشكك لك في الرمز إيما شائعة الشائعة قد تكون على حاجة مش موجودة أو يكون فيها نسبة من الصحة فيؤجج فيها فمن التالي أنا أبتدأ أقول لك عاصمة إداريت طرق إيه اللي بيعملوها ده مش مظبوطة قناة سويس إيه هو ده الدخل فين اللي زاد ده كلام ده فلوسكوا راحت في الهواء وهكذا كل ده تشكيك فيما يوجود انزل غير هذا التغيير المطلوب وأقنعك وعين لك رموز من برة مصر أو من جوة مصر يقود عملية التغيير عين لك رموز تقود عملية التغيير صحيح لأن دلوقتي أنا لما أقعد كل شوية أقول لك وشككك في كل حاجة وإنت لو مش دارس أو محدش فهمك هيتربح جواك حالة من الاستياء مش مرتاح أنتوا بتعملوا ليه عاصمة وعملتوا ليه القناة ليه يا جماعة الكلام ده الفلوس راحت ففي حالات استياء حالات الاستياء دي جوة بتبقى جوة جزء من شريح المجتمع حالات الاستياء دي عشان تنزل الشارع في تظاهرات واحتجاجات لازم لها رموز تقنع هتينزل فين والساعة كام وكلاما كده كل شيء هتلاقي في رموز طلعة من برى مصر أو جوة ما تطلعك انزل مظاهرات انزل بعد الصلاة قبل الصلاة مش عارف إيه أول ما تلاقي رموز طلعة من برى مصر أو من جوة مصر بتقول لك تقنعك أن أنت هتنزل احتجاجات يعرف أنه عايز ينزل الشرايح اللي جوة حالات الاستياء إلى الشارع طيب أنا لو أنا شاب بيسمعنا دلوقتي وبيحب بلده وكل حاجة ممكن بحسن نية قاع فريسة للكلام آه طبعا لأننا لأحد يمتلك كل المعرفة هل كل الناس عارفة وفهمة شبكة الطرق وليه بتتعامل والبنية الأساسية وكلام من ده وبتاعه وكذا ممكن اتقلوهم مرة لكن الإعلام المضاد هو مستمر بيينوع في أدواته يعني التنوع الكبير جدا في الأدوات وعلى فكرة بيحلل المجتمع الأول اللي ينفع لستات غير الرجالة غير الشمال غير الجنوب غير السعيد غير المثقفين غير المتوسط الثقافة غير الثقافة الأولئلة كلهم ألينا بس دايما مفيش عملات نفسية توجه للمجتمع كله بالكامل كل شريحة لها الكلام اللي يتقلها وليها الرمز اللي أنا طلحه له طيب كيف نحصن مجتمعنا في هذه الحرب في كلمة واحدة إذا كانت حروب جليل رابع بتعتمد على الهدم من الداخل مستخدمة من مكونات الدولة نفسها في كلمة واحدة ما إحنا الداخل لو أنت وعيت الداخل الداخل هيفهم اللي بيحصل يعني الوعي الوعي بس الوعي ليه شروط أي أول حاجة يجب أن يكون الوعي مستمرا اللي بره ما وقفش فأنت متوقفش موقفش ما هو أنت ماش عايزين نوعي يوم ونقعد أسبوع ما نوعيش أو هو مستمر على طول يبقى الاستمرارية نمرة 2 يجب أن يكون الوعي متكاملا فهمني الموضوع كله على بعضه فهمني الصورة الكاملة فهمني التغير في شكل الحرب بالكامل فهمني المشروعات دي بتتعمل ليه وحتعمل ليه قدام وتكامل المشروعات مع بعضها تكامل الوعي نمرة 3 يجب أن يكون الوعي علميا بلاش الشعارات مهمة ولا أقلل والله من متى بس بلاش شعارات في الوعي قول لي حقائق حقائق قول لك الرقم ويقربهولك عشان ما تنسوهش يبقى الوعي يجب أن يكون بصورة علمية علمية بلاش شعارات في الوعي طيب نمرة 3 في الوعي نمرة 4 في الوعي يجب أن يكون الوعي جاذبا يعني في راش مادة مش شير اللي بره بعمل لك صفحة هيحط لك فيها سموم بس بيحط لك جوان كرة جميلة ويحط لك أزياء للستات فيجذبك عشان تشير وما يقول لكش حاجة خالص يجذبك فترة طويلة جدا تقعد مستمر معاه أو قناة فضائية جاي لنا من بره تحس عليها أفلام وأغاني وحاجات جميلة وكلام ده تقعد مستمر معاه شهرين تقول لك ما هو كويسين هم الناس ما بتقولش حاجة غلط أنا كده ضمنت المشاهد بعد كده دخلوا لأنا عايزوا بالتدريج يبقى أنا كأعلام مصري وطني يجب أن أكون جاذبا هو صراع ما بين الحق والباطل إذا كان الباطل محترف في امتلاك أدواته يجب أن يكون الحق أكثر احترافا في امتلاك أدواته طيب هنا فيه دور كمان على الدولة يعني ايه الدور اللي ممكن مؤسسات الدولة تقوم به عشان تكون حاجز ما بين وصول هذه المعلومات الكاذبة للمواطنين العديدين ادي دايما الحقيقة للإعلام وللناس حلوة جميلة بكل ما فيها وده اللي بيحصل ادي دايما الحقيقة للإعلام والناس بكل ما فيها بكل ما فيها من صورة كويسة وإيجابية ومن صورة قد تكون سلبية وكل أي دولة فيها إيجابات وسلبية صح فإيه دي الحقيقة وما أقول الحقيقة تكامل الحقيقة مع بعض أنا بعمل دي عشان قدام حاخدها بعد السنتين بعد ثلاثة حتدي لأولادي وكذا دي نقطة مهمة جدا وأحيانا الدولة ما هتلاقي على مواطن بس احنا للأسف ساعات لما بنستخدم الفيسبوك وبعض المواقع شاية زي ما بتشير بعض الأخبار شاية اللينك بتاع المواقع الرسمية زي مركز معلومة مجلس الوزراء ده هيئة الاستعلامات زي مواقع الرئاسة فيها البيانات دي والإعلام ياخد البيانات دي ويبسطها يبسطها للناس من ضمن شروط الوعي إن الوعي يكون يناسب شريح المجتمع هل المجتمع كله نفس الثقافة لا طبع على ذكر كرام حقيقة ده حتى في القوات المسلحة نفسها احنا شفنا سيد القائد العام القوات المسلحة ده دول قادة دول مسكين قادة يعني عنده قادر عالي جدا من الثقافة والوعي وفيه منظومة وعي محترفة جوال القوات المسلحة ومع ذلك يقود هذا الوعي السيد القائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع ويشرح بنفسه وكل مستويات القيادة بتشرح ده بيشرح المستوى الاستراتيجي يقوله الرؤية كاملة فيه مساويات تانية بتشرح بصورة مفصلة فيه دورات فيه وهكذا فيه منظومة وعي محترفة جوال القوات المسلحة وده أنه يخلي جيش المصري جيش واعي محترف الضابط المصري والمقاتر المصري مقاتر مثقف فهم إيه اللي بيدور في العالم كله مش في مصر بس لما بقى الهدف في حروب الغير نمطية المدنيين ما بقاش عند المدنيين رفعية الوعي أو عدم الوعي في التغير الأشكال الحروب في الحروب التقليلية مش لازم تعرف العدو عنده كم طيارة وكم دباب وكم صاروخ لما بقى المدنيين هم الهدف بقى نقطة الاختراق عندك أنت بقى أنت لازم وعيك بقيت أنت المقاتل في كل محدة أصبح المواطن العادي هو مقاتل وهو الهدف ونقطة الاختراق عنده جوه صحيح لو ما فهمهاش أو حد يساعده على فهمه صحيح في أجتمية ناصر كيف يدرس هذا العلم أجتمية ناصر يعني أنا يعني صرح علمي محترم محترف بيدرس كل مفاهيم وتعارفات الأمن القومي في كل مجالاته المجال السياسي داخلي وخارجي عسكري وأمني اقتصادي اجتماعي تكنولوجي سبراني كل المجالات وبيدرس وبيدرس المجالات دي بيدرس المتغيرات اللي بتحصل في المجالات المتغيرات دي قد تكون داخلية قد تكون إقليمية قد تكون عالمية والمتغيرات دي لما بادرسها بعرف إيه اللي بيهدد مصر منها طيب هل المنهج ده ورشتة العلاج اللي بتخرج عن أكاديمية نصر يمكن أن يقدم للجمهور المدني ده احنا عندنا مدنيين احنا عندنا لأ مش للدارسين اقصد مثلا ممكن اقول ايه انا رايح النهاردة كأكاديمية نصر في زيارة إلى طلاب جماعة القاهرة انا هبعد بيحصل عندنا الآتي عندنا بالنسبة للقاتم سالحة فيه طبعا لكن بالنسبة للمدنيين في مدنيين بيدرسوا جوه دورات تانية صباحية فيه بقى دورات مسائية هذه الدورات لأي حد بيقدم أنا عايزة أتلحك بالدورة بيجي بيدرس من كل الشرح المجتمع ده احنا شغالين بقالنا سنين طويلة في هذا الموضوع المدنيين بيدرسوا فيه بعض الزيارات بتيجي السيدة وزيرة الهجرة جابت كتير جدا المسيين اللي عاملين في الخارج وابناء مجم ووزاراته كتير جات وإحنا بنروح وزارات برضو بنعمل لقاءات فيها بصورة كبيرة جدا فإذا فيه تواصل جوه القطاع المدني بأشكال مختلفة جدا من أكامية ناس العسكرية العليا وأيضا من دارتش يوم معنوية قوات مسلحة ومن قوات الدفاع الشعبي كل دي جهود بتبزل بتبزل لصالح القطاعات المدنية في الدولة مصر اللي أنقذها أنقذها موعي محترف لكن أرجع تاني وقول يجب أن يكون الوعي مستمرا نحط تحتها خطوط كثيرة العادو موقفش فأنا موقفش جاذبا ودي برضو أنا العايز الإعلام يعني تكون المادة شيقة شيقة وخلي أنا ممكن قبلها وقول لحاك اسأل يا فنين زي ما أنت عايز ما هو أنت فيه قنوات إعلام مضاد بتلاقي الأسئلة ساخنة جدا والموزيع لا بس أنا عايز أقول لحضرتك على نقطة مهمة جدا إحنا برضو استمرارا لفكرة الواقع إحنا نعمل لقاءات مستمرة دائما عشان خاطر نتكلم في هذا الموضوع وكمان في نفس الوقت بدعوا أكاديمية ناصر عسكا المكان ده الحقيقة ما فيش حد ارتبط به إلا ما يمكن له كل احترام وتقدير بدعوهم لمزيد من نشر مذكرات صغيرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشياء كثيرة من هذا القبيل عشان نقدر نوصل من علمهم بمادة نقدر إحنا في الإعلام نستخدمها عشان نوجهها للجمهور يعني عارفة أن عمرنا ما تأخرنا لحد يعني أنا أنا بطلع في الإعلام وأنا مستشار في أكاديمية ناصر العسكرية وتعلمت داخل هذه الأكاديمية وفي زملائي كثير من المستشارين بطلعوا في الإعلام عمرنا ما نتأخر فيه على فكرة القوات المسلحة فيه إعلامين بيدرسوا عندنا ده دورتين إعلام كان زمان أنا كنت في مدرسة سنوية عسكرية فكان عندنا حصة بهذا الشكل حصة العسكرية ياريت الحتة دي ترجع تاني في المدارس والجامعات ياريت اللي هي كانوا سموها تربية وطنية أو تربية قومية يعني أرجعتني أقول حالفك بصورة بسيطة جدا لم يعد عند القطاعات المدنية في الدولة في دول المنطقة كلها رفاهية الفهم أو عدم الفهم في التغير في أشكال حروب الصراعات بأول هدف طب الفهم ده يعني إيه يفهم إيه اللي حيتوجه له عشان يقدر يسده وما يخترقش صحيح صحيح سيدة لواء أنا بشكو حياتك شكرا جزيلا يعني سنكرر هذه اللقاءات أنا شخصيا يعني استمتعت بالحديث مع حضرتك وزي ما سيدة لواء قال هو موضوع تراكمي يعني محتاج يكون فيه تواصل دائما مع الجمهور اللي هو أصبح الجندي وأصبح الهدف في نفس الوقت زي ما قال سيدة لواء بشكو حياتك شكرا جزيلا بشكركوا شكرا جزيلا ده كان لقاءنا الأول النهاردة بعد الفاصل شخصية مصرية مؤثرة في وجداننا وأيضا في وجدان الكثيرين من المثقفين على مستوى العالم باختصار دكتور زي حواس هيكون معايا في كل يوم بعد دقائق خليكم معايا